عاجل ولأول مرة في التاريخ ألمانيا بتقدم طلب عاجل لوزارة الأوقاف المصرية بننشر التفاصيل في الفيديو وعاجل ننشر تفاصيل عن طائرة هيركليز التي يستعد الجيش المصري لامتلاكها وأمر عاجل من الرئيس السيسي لوزارة الكهرباء المصرية والتنفيذ فورا والحكومة المصرية تعلق على تأثر قناة السويس بسبب ما يحدث في أوكرانيا وعاجل ننشر حقيقة الملء الثالث لسد النهضة بالتفاصيل في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول عاوزين نوصل في هذا الفيديو الأكتر من ألفين أعجبني وقبل ما نخش في تفاصيل الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر نبدأ مع بعض في تفاصيل أو الخبر معنا ولأول مرة في التاريخ ألمانيا بتقدم طلب عاجل لوزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف المصرية أعلنت أن عدد الموفدين لإحياء ليالي رمضان إلى دولة ألمانيا بلغ 18 إماما وقارئا لأول مرة في تاريخها على حساب الوزارة في فيسبوك قال وزير الأوقاف المصري محمد بختار جمع مصر تدعم نشر الفكر الوسطي عالميا بخيرة أئمتها وقرائها وطلبات دولية غير مسبوقة لاستقبال أئمتها وقرائها في رمضان المقبل وأضاف جمع دولة ألمانيا تطلب 18 إماما وقارئا من الأوقاف لإحياء ليالي رمضان لأول مرة في تاريخها أشار إلى أنه في إطار الدور الرياضي لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي عالمي وبناء على الخطابات الواردة عبر وزارة الخارجية المصرية طلب العالمي الكبير والمتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1443 هجريا 20-22 فقد بلغ عدد الموفدين خلال شهر رمضان إلى دولة ألمانيا وحدها 18 إماما وقارئا لأول مرة وأكمل ذلك إضافة إلى إيفاد 19 إماما وقارئا إلى دولة البرازيل وتسع أئمة وقراء بدولة بنزاولة وسبع أئمة وقراء إلى كندا وأربع أئمة وقراء إلى إيطاليا وأربع أئمة وقراء إلى الأرجنتين وأربع أئمة وقراء إلى كولومبيا وأربع أئمة وقراء إلى أمريكا وضح أن الإيفاد لا يزال مستمرا إلى العديد من مختلف دول العالم المصدر معانا كامل أرتي طبعا يعني هذا خبرا صارا جدا مصر دائما مصدرة للإمام والقارئ فمصر يعني دولة عظيمة في هذا الشأن وأترك لحضركم التعليق وطبعا ننتظر يعني رمضان بفارغ الصبر وكل عام وأنتم بألف خير وننتقل مع بعض الخبر آخر معنا وعاجل ننشر تفاصيل عن طائرة هيركليز التي يستعد الجيش المصري لامتلكها وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على بيع طائرات من طراز C-130 هيركليز لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار والتي تعد جيلا متطورا من طائرات النقل العسكري كما اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على بيع 12 طائرة عسكرية من طراز C-130 جي سوبر هيركليز للحكومة المصرية ومعدات ذات صلة وتعد الطائرة C-130 سوبر هيركليز من أبرز طائرات الشحن الجوي العسكري وبحسب الموقع الرسمي للشركة المصنعة فإن تلك الطائرة هي النسخة الأكثر تطورا من الطائرة C-130 جي إذ تضيف 15 قدما 4.5 متر إلى جسم الطائرة ما يزيب من المساحة الصالحة لشحن المعدات مقرارة بالنسخة السابقة وبتبلغ السرعة القصوى للطائرة نحو 590 كم في الساعة وطاقمها يتكون من خمسة أفراد هم ملاح وطيران ومسؤول عن الشحن ومهندس طيران وحبولتها القصوى أقل من 20 ألف كيلو جرام ووفق موقع military.com المتخصص في الشؤون العسكرية فإن تلك الفئة من الطائرات متواجدة في الخدمة منذ نحو نصف قرن وتعمل في نقل قوات والمعدات في منطقة العمليات عبر الإنزال الجوي أو المدارب القصيرة وتستخدم C-130 في العمليات الخاصة وقيام بمجموعة واسعة من المهام العملياتية في كل من حالات السلم والحرب ووفقا للتقارير تمتلك مصر 22 طائرة من فئة C-130 كما تمتلك 2 طائرة من فئة C-130 وهناك طائرتين C-130 EC لأغراض الحرب الإلكترونية المصدر معنا كان من بعض الوكالات وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وأمريكا توافق لمصر رسميا على بيع طائرات هيركليز لمنقل بقيمة 2.2 مليار دولار ونتمنى التوفيق إن شاء الله لمصر ولشعب مصر ورئيسها ننتقل مع بعض الخبر آخر وأمر عاجل من الرئيس السيسي لوزارة الكهرباء المصرية والتنفيذ فورا أفادت وزارة الكهرباء المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم كل الدعم للدول الإفريقية في قطاع الكهرباء في تصريحات مع برنامج صباح الخير يا مصر أوضح أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إن الكهرباء أساس التنمية في مصر وإفريقيا والعالم لافتا إلى أن الكوادر الأساسية من بين العوامل الأساسية في تطوير هذا القطاع وأضاف موضحا من هنا تم تقديم كل الدعم لتدريب كل الكوادر البشرية في القر ونقل الخبرات إليها تخريك 8481 متدربا إفريقيا من خلال قطاع وزارة الكهرباء والوزارة تقدم لهم كل الدعم أتابع حمزة عندما يعودون إلى بلدهم نتواصل معهم ونرسل عددا من الخبراء إلى الدول الإفريقية حتى يدربوا الكوادر البشرية هناك ونفعل ذلك في دول حوض النين أيضا نوفر كل الاحتياجات الإفريقية بداية من الطاقات التقليدية وتشغيل وصيانة المحطات والطاقة المتجددة التي تعتبر إفريقيا غنية بها مثل مصادر الرياح والشمس والطاقة كهرمائية وأصبح لدى مصر خبرات كبيرة جدا في هذا المجال وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن إفريقيا امتداد مصر وبالتالي فإن مصر تهتم بمشروعات تنمية في كل المستويات وأكمل نقدم الدعم الفني والتقني لها كما أن الشركات المصرية التي تعمل في الدول الإفريقية نحرص على زيادتها واستمرار العمل فيها المصدر معانا كان من صحيفة الوطن طبعا مصر يعني بتبقى مهتمة جدا بالدول الإفريقية لأن زي ما ذكرنا أن الدول الإفريقية هي امتداد لمصر وإن من ارتفاع الاقتصاد في الدول الإفريقية أو من شأن ارتفاع يعني الاقتصاد والعمل في الدول الإفريقية وبقليل البطالة في هذه الدول هو يعني يدعم مصر بطريق مباشر وغير مباشر أترك لحضراتكم التعليه على هذا القبر الهام والعاجل بننتقل مع بعض الخبر آخر والحكومة المصرية بتعلق على تأثر قناة السويس بسبب الأزمة الأوكرانية الحكومة المصرية علقت على أنباء تراجع أعداد السفن المرة بقناة السويس تأثرا بالأحداث السياسية الدولية مؤكدة أنه لا صحة لتراجع أعداد السفن المرة بقناة السويس وأكدت هيئة قناة السويس انتظام عبور السفن والحاويات بالممر الملاحي للقناة وفقا للمعدلات الطبيعية حيث سجلت حركة الملاحة بقناة السويس خلال شهر فبراير 22 أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية وأوضحت أنه عبرت 1713 سفينة من الاتجاهين بإجمال حمولات صافية قدرها 111 مليون طن مقابل عبور 1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي بإجمال حمولات صافية قدرها 97.6 مليون طن وذلك بفضل السياسات التصويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة والتي نجحت في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر قناة كما حقق قناة السويس أرباحا قياسية خلال 2021 وبلغت الإرادات السنوية للقناة 6 و3 من 10 مليار دولار عام 2021 وهي الأعلى في تاريخ القناة رغم الأزمة العالمية وتبعت أنه تعد معدلات الأداء خلال شهر فبراير 22 هي الأعلى مقارنة بذات الشهر عبر السنوات المتعاقبة على مدار تاريخ القناة الأمر الذي انعكس على زيادة حصيلة الإرادات المحققة نسبة 15 و1 من 10% لتسجل 545 و5 من 10 مليون دولار غير شاملة الخدمات الملاحية خلال شهر فبراير 22 مقارنة ب474 و1 من 10 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي بفارق 71 و4 من 10 مليون دولار كما شهد شهر فبراير عام 2022 زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي حيث ارتفعت أعداد سفن الصد بنسبة 29% وزادت سفن الحاويات العابلة للقناة بنسبة 11 و8 من 10 في المية فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 22 و2 من 10 في المية المصدر معانا كان من RT ونتمنى لمصر الخير والازدهار في الاقتصاد رغم الأزمة الحالية أترك لحضراتكم التعليق على هذا القبر الهام ننتقل مع بعض القبر آخر وعاجل ننشر حقيقة الملء الثالث لسد النهضة بالتفاصيل فند الخبير في الموارد المائية والجيولوجي عباس شراقي في حديث لصحيفة RT الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بدء التغزين الثالث في سد النهضة أضاف شراقي تناولت وسائل التواصل الاجتماعي الاثيوبية حرائق غابا بالقرب من بحيرة سد النهضة على أنها عملية إزالة للغطاء النباتي استعدادا للتغزين الثالث للموسم القاضي والحقيقة أن هذه حرائق تحدث في الغاباب بصورة طبيعية وأحيانا بسبب نشاط الإنسان إذا كانت فعلا بغرض الاستعداد للتغزين يبقى حراء في مكان خطأ وقال يحدث على سبيل المثال آلاف الحرائق سنويا بالغابات الأمريكية وحدث في 10 مارس 22 حرائق في منطقة لن تصل إليها بحيرة سد النهضة حتى في حالة التغزين الرابع وحدث في 30 ديسمبر الماضي حريق يبعد أيضا عن بحيرة سد النهضة ولن تصل إليه المياه حتى عند اكتمال بحيرة السد وتابع شراقي تظهر صورة النمازج الرياضية سلسية الأبعاد دي اي ام بحيرة سد النهضة في حالة حدوث تغزين سالس للصيف القادم عند منسوب 580 مترا فوق سطح البحر بتغزين أقل من 2 مليار متر مكاعد وهذا هو الأقرب للحدوث كما تظهر أن تلك المراطق التي حدث فيها حرائق ليس لها علاقة بمراحل التغزين المصدر معانا كان من أرتي وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل إذن بكل بساطة وللتوضيح فقط هو أن عملية الملء الثالث سد النهضة لم تتم بعد ولم تحدث بعد وكل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي هي مجرد شائعات الرجاء يعني الوصول إلى المصادر الرسمية لأغذي الأخبار الحقيقية أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحكم مصر ميديا وإي بي على الفيسبوك وعليتيوب بنفس الاسم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته